اشتركوا في القناة نستكمل معكم دروس الرياضيات كنا بدأنا في الاحصاء زي ما تكلمنا في الفيديوهات الماضية كلمنا وقلنا الاحصاء هو علم تعامل مع البيانات خدنا نوع من التعامل المدرج التكراري واخدنا بعد كده الفيديو التاني اللي هو كان الخطاعات الدائرية اليوم ان شاء الله هناخد ما يسمى بمقاييس النزعة المركزية مقاييس النزعة المركزية والمدى اول مرة ناخدها خدناها قبل كده كثير في الابتدائي وعرفنا مقاييس النزعة المركزية وهي المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال ويدخل عليهم المدى طيب ما معنى المتوسط والوسيط والمنوال والمدى سريعا جبل من حل امثلة على هذه الدروس المتوسط هو مجموع القيم وعجبها لك اهيت معايك فورجة عمل ان شاء الله انزلها لك معناها مجموع القيم مكسوما على عدد معايها خمس قيم اقول القيمة الاولى زياد التانية زياد التالت زياد الرابعة على العدد خمسة طيب ما الوسيط الوسيط بيحتاج مني الاول ان انا ارتب تصاعديا او تنازليا ثم اخذ القيمة التي ايه تتوسط هذه القيم اما المنوال فهو القيمة الاكثر تكرارا او منقولها ساعات اكثر شيوعا طيب ما هو المدى المدى هو الفرق بين اكبر قيمة في القيمة اللي عندي وناجس اصغر قيمة فيه طيب متى نستعمل يا استاذ المتوسط الحسابي نستعمل المتوسط فهو معنا ما توجد لا توجد قيمة متطرفة يعني على سبيل المثال لو جال لي انا اعطي قيم هي خمسة وثلاثة او اربعة هو مية وخمسين او ناجد ان المية وخمسين قيمة متطرفة اذا لا يمكن او من الافضل ان لا استخدم المتوسط الحسابي وساعتها نستخدم الوسيط يبن استخدم الوسيط عندما توجد قيم متطرفة طب امتى استخدم المنوال لو لجيت عندي قيم كثيرة منها قيما ايه متساوية في الحالة دي كل المنوال هو اكثر او الافضل في الاستخدام طيب شاء الله رسول تعالى نحل مع بعض هذا المثال سريعا ايجاد مقاييس النزع المركدي وزي ما قلتلكم انا بس بذكرك باشياء انت خدتها قبل كده ولكن يا مطلوبة منك استنادي ازاي تحسبها وتعرف ازاي تحل الامثل عنها مثال بيقول اوجد المتوسط والوسيط والمنوال والمدى لمجموعة البيانات الاتية تسعة وثمانية وخمستاش وتمانية وعشرين ذي البيانات كم بيان واحد نين تلاتة أربعة خمسة طيب يا شباب المتوسط قلنا مجموعة القيم على عددها مجموعة يعني إيه؟ يعني القيمة 9 زائد القيمة 8 زائد القيمة 15 زائد 8 زائد 20 عددهم كان 1 2 3 4 5 على 5 جمعناهم لجمعناهم 60 جسمناهم على 5 على طول من اللي اضربه في الخمسة يديني 60 اللي هي 12 هذا هو المتوسط الحسابي طب الوسيط لازم خطوة الترتيب لازم نرتب الأول إما تصعوديا من الصغير للكبير للكبير وهكذا أو تنازلية من الكبير للصغير وده إما من اعتقد أن نحن نرتب أولاد ترتيبا تصاعوديا من الصغير للكبير طب فيه قيمتين 8 زائد بعض نخليهم وراء بعض بعد جده 9 بعد جده 15 بعد جده 20 وإحنا عرفنا أن الوسيط هو القيمة المتوسطة اللي في وسط هذه البنات اللي هي 100 9 إذن الوسيط حيساوي 9 منتها البساطة طب المنوال بيقول لها المنوال هو الأكثر تكرارة من القيمة الوحيدة المتكرارة هنا ها التمانية يبقى المنوال بيساوي 8 طب المدى قلنا أكبر قيمة ناجس أصغر قيمة أكبر قيمة ناجس أصغر قيمة يبقى 20 ناجس التمانية فارجينا بيساوي كام 12 بس هذا هو اللي احنا عايزينه النهار طيب لو داني المثال بطريقة تانية بيقول لي أن فيه طالبة اسمها هاية اتدخلت مبلغ فيه الأربعة سبيع ده همت السبيع الماضية دخلت فيهم مرة 35 ريال مرة 10 ريالات مرة 25 ريال مرة 50 ريالا بعد كده باسبوع تاني اتدخلت 44 ريالا فأي عبارة مما ياتي صحيحة أن المتوسط ينقص ولا المتوسط مش هتغير ولا يزداد الوسيط ولا يزداد المنوال إذا يحل مسألة زي دي أولاد طبعا لازم أجيب المتوسط لازم أجيب الوسيط لازم أجيب المنوال تعالي نحسبها كده بسرعة هنقول المتوسط قبل إضافة الأربعة واربعين قيمة المتوسط قبل إضافة الأربعة واربعين هيساوي 35 زائد 10 ريالا بالوسيط طلع 30 المتوسط بعد إضافة الأربعة واربعين هنضفها للقيم بعد ما كانوا أربع قيم صاروا خمش قيم يبنى المتوسط بتاعهم طلع 32.8 ايه اللي حصل الوسيط ينقص ما نجز ده زاد طب ما تغيرش لا تغير يبقى العبارتين ألف وبقى عبارتين إيه خاطئتين تعالي نشوف بعد كده الوسيط قبل إضافة الأربعة واربعين بعد ما رتبنا لجناه بساوي كامل وسيط لجنا فيه قيمتين وسيطيتين همت 10 و50 بينهم قيمتين مش قيمة واحدة نجمع القيمتين دول ونكسمهم على 2 حيساوي 60 على 2 مستوى 30 طب بعد إضافة الأربعة واربعين صاروا خمس قيم يبقى اللجي قيمة وسيطية وحيدة هي اللي هي الخمسة وثلاثين إذن إيه اللي حصل للوسيط الوسيط زاد بعد ما ضفنا الأربعة واربعين صار خمسة وإيه وثلاثين يبقى هي دي العبارة الصحة الجيم طيب العبارة دال العبارة دال أصلا أنا ما عندي منوال إذن منوال أصلا غير موجود يبقى العبارة دال ليس لها وجود وبكده ده اللي أنا عايزه من حضرتك في هذا الدرس يا شباب إن أنا أعرف كيف أحسب المتوسط والوسيط والمنوال كيف أن أنا أحسب المدى طيب لو عطاني مسألة زي هذه المسألة اللي هي في كتاب الطالب كيف أحل لها هذا يعني ما أردناه منك وأحضر لك أنا هذا ودرجة العمل إن شاء الله على صفحة الواجبات وأعطيك إن شاء الله بعذن الله واجب صفحة مية ثلاثة وخمسين حليلي يا بطل رقم اثنين ورقم أربعة جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته